بصراحة الله يكون في عنكم وكل يوم قرار عكس اللي قابله الواحد بينقل القرارات بتاعت التعليم كل يوم ألاقي قرار وتاني يوم ألاقي عكس يعني بجد بجد لا يكون في عن الطلاب وعولياء الأمم في الفيديو ده هنتكلم عن الامتحان التكميلي للناس اللي راسبة في التنم الأول الأولى وتاني سنوي وكمان الناس اللي راسبة في الشهادة العددية أتمنى أنت تدس لايك ولما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة ولو عندك أي تعليق سبهولي وأنه هرد عليك إن شاء الله شكر كل الاشتراكات بتاعتكم إن شاء الله نوصل مع بعض 100 ألف مشترك في القناة بدعموا إن شاء الله نشوف باجا لشور التعليم كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن على أنه سيجرى عقد امتحان تكميل لطلاب الصفين الأول والثاني السنة ولذين لديهم عزر قهري وقبلهم الدير للمدرسة طبعا هو ما ضحش يعني عزر القهري في أعزار هنقولها دلوقتي بشير أن امتحان التكميل يعقد لطلاب الشهادة العددية الذين لديهم أعزار من أداء امتحان في ثلاث مواد بحد أقصى في اليوم الواحد يعني يمتحنون ثلاث مواد بحد أقصى في اليوم الواحد وأكدت الوزارة أن امتحان التكميل يعقد في المدارس وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا قد تعقيم اللجانة المتحانية وتطهيرها قبل عقد الامتحان في سياق متصل أكد الدكتور طارق شاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفان أنه سيجرى عقد امتحان تكميلي في المحتوى التعليمي الامتحان العادل لازم من يؤده الطالب بسبب الصابات بفيروس كورونا يعني أي حد كان مصاب بفيروس كورونا يمتحن امتحان تكميلي يعني كده ما فيش الاجتياز التام لأي حد كان متغيب أم عنده أعزار نكمل البيان مع بعض وأضف شوقي أن الوزارة حريصة على استعداد لعقد الامتحانات وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحفظ على سلامة الطلاب والمعلمين مؤكداً عقد امتحانات الصفين الأول والثاني السنو في نهاية أبريل في مقرارات شهر مارس أبريل ولفت مزير التربية والتعليم أنه لم يجرى عقد امتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني السنو في شهر مارس نظر لضيق الوقت مؤكداً أن الوزارة حريصة على مستقبل طلابها وإتاحة الفرصة لها من الاستذكار جيداً قبل بدء الامتحان يعني بصراحة لايكم فأنا الطلبة للقرارات اللي بتطلح كل يوم وعكسها مانا لكم التوفيق يا رب إن شاء الله